قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان والذي يخول بموجبه لحكومة الإقليم بيع ورداتها النفطية دون إرسال عائداتها إلى الحكومة المركزية في بغداد كما قضت المحكمة ببطلان جميع عقود النفط المبرمة وطلبت بإجراء تطقيق شامل لكل العائدات من بيع النفط طرار قضائي جديد قد يخل بالتوازنات المالية في إقليم كردستان المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم قانون طالما تذرعت به الحكومة المحلية في بيعها النفط دون تسليم عائداته إلى بغداد غير ملتزمة بالقوانين الاتحادية التي تلزم الإقليم تسليم موارده إلى الحكومة المركزية الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة أقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حصة إقليم كردستان من الموازنة والتي تؤمن رواتب موظفي الإقليم ونفقات الحكومة كانت دائما محط نزاع بين النواب والحكومة فيما كان التساهل أو التشدد في التعامل مع الملف متروكا لتقدير رؤساء الحكومات في بغداد فيتم دفع المستحقات الاتحادية دون استلام الواردات كان إقليم كردستان لم ينتزم بهذه المواد وكان يأخذ كل المبالغ لنتجة عن التصدير للنفط وما يسلم إلى الخزينة المركزية وصدر كتاب من السيد وزير المالية في 2014 يشير إلى أن قليم كردستان لم يسلم الخزينة المركزية دولار واحد من 2014 إلى صدور هذا الكتاب الاتحادية لم تكتفي بإلغاء قانون النفط والغاز فحسب بل ألغت جميع عقود بيع النفط وألزمت وزارتي النفط والمالية وديوان الرقابة المالية على مراجعة جميع العقود والواردات وبخلافه لن يتم دفع مستحقات إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية قرابة 130 مليار دولار هي التقديرات الأولية للمبالغ التي تسلمتها حكومة إقليم كردستان من عائدات النفط ويجب إرجاعها إلى الحكومة المركزية وفقا لقرار المحكمة الاتحادية ضياء الناصري العربي بغداد ينضم إلينا من ربيل ريبين سلام خبير في القانون الدستوري أهلا بك سيد سلام قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان هل هذا قرارا أو حكما نهائيا ولا يمكن لحكومة الإقليم أو لصاحب القرار في الإقليم أن ينقضه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية انتحياتي لحضرة الجوالية أهلا بك هذا القرار الذي صدر يخالف جملة وتفصيلا مع مادة 112 بفقراتها الأولى والثانية لأنه واضح وضوح الشمس بأن عية متلقي يقرأ هذه المادة وموجود فيها بأن الحقول المنتجة حاليا هي من اقتصاص الأقاليم يعني القصد في دستور العراقي عند إصدارها في سنة 2005 أي أبار نفطية تم إنتاجها قبل صدور الدستور العراقي وتفعيلها في يوم 25 2006 في يوم هذا التفعيل لهذا الدستور قبلها أن يتحقل من اقتصاص المركز وبعد إصدار هذا القانون يعتبر اقتصاص الأقاليم مسلت إنتاج وبيع والتصرف بالأبار النفطية فأخذ بجزء من النص وترك النص الثاني هذا يعني لا يعتبر دستوريا ولا قانونيا ولا منطقيا ولكن رغم وجود ذلك الدستور يعني كان هناك لأن هذا الموضوع كان دائما مثار جدل بين الإقليم وبين المركز في بغداد لكن جرى الاتفاق على يعني أن يكون هناك نصف الإنتاج يعني تحول عائداته بمكان ما لبغداد ونصفه الآخر يكون للإقليم ليقوم بإدارة شؤونه من هذه العائدات هذا خلافا لما هو أصلا في المركز القانوني يقول ولكن هذا الجدل أعيد بعدما جرى الاستفتاء عام 2017 وبدأت المحكمة الاتحادية أو بدأ المسار القانوني للنظر في ذلك هل ما تقوله أنه الآن يعني هذا الاتفاق الذي هو كان موازيا للدستور عمليا لن يعود العمل به وأن أربيل لن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية ماذا يعني ذلك عدم التزامها بهذا القرار قرارات المحكمة الاتحادية العليا قرارات منزمة للجميع ولكن هناك ملاحظات وتفاصيل يعني من الممكن أن بشكل مطول أكثر أن نتطرق إليها مسألة تشكيل المحكمة هذه وإصدار القانون فيها أساسا كان فيها خلل لأنه كان هناك مادة الواحدة والثالثة من قانون تشكيل هذه المحكمة الاتحادية في أواخر السنة الماضية لم يصوت عليها حزب الديمقراطي الكرنستاني وبعض الأطراف الكرنستانية على هذا القانون الذي خصص السادة الحكام من المركز وأيضا أي قرارات يصدر ضد قليل كرنستان كان يطلب الديمقراطي الكرنستاني بأن يكون قرارات بالإجماع وليس بالأغلبية لأنه عدد العضاء المحكمة المحترمة إذا لم يكن بالإجماع يصدرون قانون يمس بإقليم كرنستان سوف نشهد قوانين وقرارات مثل هذا مجحف بحق إقليم كرنستان بصراحة هل تعتقد السيد سلام أنه الآن فيما يجري الآن من مشاورات سياسية لها علاقة بتشكيل رئاسة الحكومة برئاسة الجمهورية وكل ما يجري بين بغداد وأربيل في هذا السياق بأن الآن الخوض في مسألة قرار المحكمة الاتحادية هذا يعني أيضا مواجهة بين بغداد وأربيل ربما ستكون مواجهة ليس فقط قانونيا وأعلم أن رأيك سيكون في الإطار القانوني ولكن أيضا لعله سيكون في السياق السياسي أيضا 100% سعاد جميل ويدل على متابعة المكثفة لجناب جلشان العراقي بالنسبة للوضع السياسي الآن في البلد تتزامن مثلا رفض المرشح للديمقراطي الكردستاني أي مرشح للتحالف الثلاثي المنتصرين في الانتخابات الأخيرة في يوم 10 شهر العاشر الماضي تهير الصدري والديمقراطي الكردستاني وكتلة السيادة جميعهم مجتمعين وضرب مثلا رفض المرشح الديمقراطي الكردستاني إنها ضرب لهذا التحالف مثلا هذا القرار أيضا ضرب لجزء كبير من هذا التحالف والسياق السياسي يلعب دور جدا مهم في هكذا قرارات لأنها دعوة تم تحريكها منذ 2012 هذا الدعوة والآن ذكر المحكمة الاتحادية وجاوب هذا الجواب البعيد كل البعض من أرض الواقع هناك مثلا في غاية الأهمية سيدة الفاضلة مادة 140 المناطق المتنازع عليها إنها غنية بالنفط فقط ولم تقوم الحكومة المركزية بالتنفيذ هذه المادة وأي تتساؤل إن نسأل المحكمة الاتحادية تقول ليس من اختصاص إلى هذا علما بأن في الدستور بشكل واضح قال بأن على الحكومات العراقية ننفذ المادة 140 سقف الزمن النهائي لتنفيذها 31-12-2007 كانت ولم يحرك ساكنا هذه المحكمة المحترمة أو أي جهة أخرى إنك إذا تتنازع على أي مسألة يكون ممكن إمكانية الأعيدية 50% للطرف الأول وال50% للطرف الثاني كيف تضع يدك على هذه الأراضي؟ أربيل سلام أشكرك جزيلا الخبير في القانون الدستوري كنت معنا من أربيل